كيف رأيت المشهد بالأمس؟ كيف قرأته؟ كيف علقت أنت كأيميل أمين المصري؟ حقيقي مصر تصنع التاريخ العزيز خالد بالفعل لحظة غير طبيعية لحظة تؤكد على أن النسر المصري يجدد شبابه ويفرد جناحيه وينطلق في الأفاق جناحيه الأزر الشريف والكنيسة القبطية قرأته على أن البعد الديني والإيماني في مصر راسخ بالفعل وحين قال فرويد بأن المصريين قد اخترعوا الإلهية قلنا له خطأ الدكتور حسين فوزي السندباد الطائر قال له أن المصريين أعادوا كشف العلاقة بين العبد وربه منذ أن حاول أخناتون البحث عن الإله الواحد بالأمس ليلة مواطنة من الدرجة الأولى ليلة إعادة ضبط البوصل المصرية على اتجاهات التسامح والاعتدال زكاء اجتماعي غير مسبوق أن بابا الكنيسة القبطية هو الذي يفتتح المسجد بكلمة والشيخ الطيب الذي له من حظه نصيب يفتتح الكاتدرائية يعني إبداع بكل المعايير خالد ترجمة نانسي قنقر